من كم يوم كده الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قال إننا بنعتبر حياة كريمة أحد أهم المبادرات العالمية اللي بتدعم المجتمعات المحلية وبتشتغل على تنمية القرى والريف لحل كل المشكلات اللي بتواجه هذه المناطق مش بس كده قال كمان أهمية مبادرة حياة كريمة كمثال للعالم كله يمكن تكراره في دول تانية بالإضافة لأهمية تمويل التنمية في الفترة القادمة قراءة وافية عن هذه الإشادة هنستعرضا مع حضرتكو بالتفصيل مع ضفنا دكتور سعيد حسنين استشاري التخطيط العمراني اللي منوارنا صباح الخير عليك دكتور صباح الخير يا دكتور أهلا بك في البداية أهمية إشادة الأمم المتحدة بمثل هذا المشروع مشروع قومي أملاق حياة كريمة هو طبعا الإشادة دي هي ناجمة عن أن المشروع فعلا كان مشروع ضخم جدا وكان بيمثل قعدة عريضة من المجتمع المصري حوالي تقريبا 60 مليون مواطن وده في حد ذاته رقم مهول يعني أنت لما تتخيل حضرتك أن كل مواطن من دول تم تخصيص حوالي 15 ألف جنيه لكل مواطن عشان خطر تحسين البيئة اللي موجودة حواليه ومتخيلة أن مثلا حوالي تقريبا تريليون أو 100 ألف مليار جنيه مصري بيتم تخصيصهم للمشروع ده هتعرفوا إيه أهميته زائد كمان أن هي تجربة رائدة وتم عملها على نطاق واسع داخل يعني نقول إيه كاتيجر معين من المجتمعات المصرية وهو المجتمع الريفي ده على يلف تطبيقه في المرة الأولينية لكن طبعا بعد كده المفروض أنه هو هيتوسع اليشبل كافة المناطق الموجودة سواء بأمسة إذا كانت كرة ريفية أو عزب أو توابع أو حتى المناطق اللي هي المحرومة داخل المدن زي المناطق العشوائية والمناطق اللي هي غير آمنة وكل ده طبعا بيتم بالتوازن مع بعضه في هذا الأمر فطبعا إشهادة الأمم المتحدة هي أول واحد اعتراف أن مصر كانت رائدة في محاولة رفع المستوى المعيشي للسكان المصريين خاصة أن هم قاعدوا فترة كبيرة جدا يعانوا معاناة يعني طبعا أحلنا وناسنا ومعاناتهم دي كانت فعلا متأثر على قلوب المجتمع في الآخر زائد أن طبعا التجربة دي كبداية أكيد وجهت مشاكل طبعا في الأول وكانت تجربة بدأت من التخطيط لحد ما وصلت لموضوع التنفيذ واللي تم تنفيذ المرحلة الأولى فيه لأكتر من 100 ألف ومية قرية وده طبعا رفع من مستوى المعيشي للبيئة اللي هي موجودة البريفية اللي كانت موجودة والناس فعلا بدأت تحس بهذا الإطار في هذه الكرة خاصة مع رفع كفاءة الخدمات ورفع كفاءة المرافق وزيادة عدد مثلا الفصول التعليمية داخل الحاجة أو الأسرة اللي موجودة أو حتى يمكن بعض القوافل الطبيعية اللي كانت بتروح عشان تبدأ تحسن من المستوى الصحي بتاع السكان في هذا العمل يعني إحنا دايما نحب كده لما نعرف إحنا عملنا حقا كويسة ولا لا نسمع إشادات من بره صحيح بذلك كمان لو جاءت من الأمم المتحدة فتبقى ساعتها إشادات فعلا موثوق فيها فلما أمم المتحدة تقول إن إحنا عايزين ننقل الخبرات دي أو ننقل الفكرة دي ونطبقها في مجتمعات بره فده حاجة كبيرة جدا تدعو للفخر الحقيقي ففوجة نظرك يعني إزاي إحنا ممكن نعمل ده وهل ممكن فعلا ممكن نطبق ببادرة حياة كريمة في مجتمعات خارجية يمكن تمام بس أنا يمكن حابب بس أقول إنها مش فقط إشادة ده هو اعتراف بأن التجربة دي نجحة يعني الإشادة دي ممكن يعني آه أنا شايف إن الكلام ده كويس والكلام ده حلو لكن لما بيلاقي إن هو حاجة عايز يتم تطبيقها على مستوى أوسع شوية على مستوى العالم ده في حد ذاته وتم ادرجها في السابق ضمن رصة شركات من أجل التنمية المستدامة تمام تمام إحنا عندنا يمكن قريب مننا جدا فيه يمكن أكتر من خمسين دولة أفريقية وطبعا برضو دول أوريكا اللاتينية وبعض الدول اللي موجودة في شرق آسيا كل الكلام ده هي دول تقريبا مشابهة لمصر في معدلات الفقر والكلام ده كله فبالتالي كان فعلا برضو فيه مشاكل كتير جدا لازالهم يعانوا فيها فلما الأمم المتحدة تقول أننا ممكن أجرر هذه التجربة هي يعرفة كويس أو أنها بتتعامل مع تقريبا 40% من العالم كله وبالتالي لما يتم تطبيق التجربة المصرية بهذا الإطار بعد المحاولات اللي تمت وطبعا كان فيه فشل وفيه نجاح وفيه تجربة وفيه حاجة وفيه أخذ ورده وكيفية توفير دعم مادي ودعم نفسي كمان للمجتمع عشان خطر يده أنه يتعامل مع الحاجات دي كلها فطبعا تطبيقه على مستوى العالم لازم يكون لين مصر دور أساسي فيه على الأقل أنه هو إحنا بناخد الخبراء اللي هما تم التعامل معهم وبناخد الناس اللي هي كانت دور استشاريين طبعا الاستشاريين اللي موجودين فتبقى مصر هي فعلا نقول إيه مباشرة هي الجايد الاستشاري للعالم كله في هذا الصلاة فإحنا النهاردة ما بنقولش عليها إشادة إحنا بنقول عليها إعتراف بنجاح المبادرة مصبوط يا فعلا لكن الإشادة دي ممكن تكون التجربة موجودة وأنا بجربها ولسه حتى ما شفتش نتجتها نتجتها أنها بدأ اتبام في الوقت الحالي حتى يمكن على النطاق اللي هو موجودة 300 قرية مثلا اللي كانوا في البداية والحد ما وصلت للـ 1100 قرية اللي هو في المرحلة الأولى وهيبدأ تنفيذ المرحلة الثانية قريب يمكن في أكتوبر اللي جاي كصرف الصحي وماية وكده وبعد يمكن يتم مثلا في بداية العام الجديد ببقية القرى اللي هما حوالي 1600 قرية احنا طبعا يمكن 1800 قرية ده كلمة بسيطة قوي لكن لازم تكلمي على عدد المواطنين اللي هو ممكن يصل لحوالي 20 مليون مواطن يعني من 17 ل20 مليون مواطن رقم كبير طبعا دكتور سعيد هذه التجربة لم تكن لتنجح إلا بتخطيط جيد صحيح وحضرتك قلت أني أمرت بمراحل عديدة في البداية إزاي تم التخطيط والإعداد لهذه التجربة حتى تصل في النهاية لنكون أكبر مبادرة إنسانية تنموية في التاريخ الحديث خلينا نقول البداية هي عبارة عن مشاركة شبابية ويسأل أول في عمل تصحيح أو بعض تحسين للمجتمعات اللي هي موجودة فيها تم دعمها بقرارات سيادية سياسية إن هي تم توسعتها وتطبيقها على كاف المجتمعات اللي موجودة طبعا بدأ هذا الموضوع إنه هو مين اللي هو بيشارك في هذا الوضع رقم واحد إنه هو تم تكليف العديد من الإسشاريين تم تكليف العديد من الإسشاريين إنه هم يحاول إنه هم يجدوا مجموعة من المشروعات ويوفروها في الأماكن اللي هم تم تخصيصها وبالزلزة بتلك المجتمعات الأكثر فقرا أول حاجة احنا بنحدد الفئة اللي احنا هنتعامل معاه فطبعا اللي هم في عندنا قرى للأسف يعني معدل الفقر اللي فيها بيصل لأكتر من 70% فأول حاجة اختيار البداية هتكون هنا رقم اتنين إنه هو بيتم تحديد مجموعة من الإسشاريين المصريين إنه هم بينزلوا هذه الأماكن ويحددوا ما هي النواقص اللي هي تحاول أنها ترفع من مستوى هذا الموضوع وطبعا بيتم فيه الدعم الاجتماعي وفيه الدعم الاقتصادي وفيه الدعم أنا بكلم على استشارات فقط بعد كده بيتم تخصيص التمويل اللازم عشان خطر تنفيذ هذه الموضوعات ولازم يتم بسرعة وبمشاركة أولا المقاولين اللي هم موجودين فيه داخل المناطق اللي موجودة عشان برضه خطر تلاقي ترفعي طبعا تعرف حضرتك المساعات فرص العمل اللي تبقى موجودة طالما أنه هنا بعمل تحسين لهذا الموضوع أنا لازم أشرك الشباب ولازم أشرك كمان المجتمع اللي هم موجود فيه فأول حاجة أنا بختار المقاولين تحت إشراف يا إما شركات كبرى يا إما أنهم نفسهم بيعملوا هذا الموضوع وده بيوفر فرص عمل ضخمة جدا يعني زائد كمان طبعا المشروعات الصغيرة فبالتالي الجانب الاقتصادي بيتم حله يعني التقطيط بيتم على ثلاث مستوات المستوى الأول هو المستوى الاجتماعي اللي موجود عندنا اللي هو مثلا معدل فقر بيبقى كذا المعدلات الاقتصادية اللي بتبقى موجودة هناك بتبقى قليلة جدا وعايزين نرفع في المستوى اللي موجود فيها زائد كمان بنشوف قيمة المشارقة المجتمعية اللي بتبقى موجودة وإزاي أنه هو المواطن بيحاول يشترك مع الدولة في تحسين الوضع بتاع المواطن نفسه اللي هو موجود في قلبها فالتخطيط في البداية هو أنا أعرف ما هي الفئات اللي أنا هتعامل معها الأماكن اللي أنا هتعامل معها بحط المشروعات المناسبة وبعدين بوفر الدعم المادي في أماكن المناسبة كمان طبعا لازم 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 لأنه قد بالحضرتك برضو أن احنا عندنا يمكن تبقى للدستور أنت كنت متقدرش تتعامل مع القطع المملوكة بخاص يعني لكن تقدر تتعامل مع بعض قطع الأراضي يا إما اللي هو بعض الناس قالت لك أن احنا ممكن نسمح بوجود هذه الخدمة أو أن احنا كمان نعملها في الأراضي المملوكة للدولة أو بعض وزارات الدولة اللي بتبقى موجودة زي مثلا الأوقاف زي الرأي زي زي بتحاول أنك أنت توفر لها قطعة الأرض في هذا الموضوع لأن دي برضو من ضمن المشاكل اللي كانت بتواجه الموجودة وأعتقد أن مصر بدأت تحصر أي مكان بينزل الشرين بيحصره الملكيات العامة اللي بتبقى موجودة وإزاي أن احنا بنوفرها واللي زود الموضوع صعوبة كمان يا فندم بعد إزاي أنت بسانت أن نحنا بندور على مكان في القرية يكون يتوسط القرية عشان برضو نساهل على أهالي القرية نفسها صحيح اللي هو نطاق الخدمة يا فندم نطاق الخدمة طبعا ده يمكن ليه أولوية أولى ليه أولوية أولى أن نحن نحاول نوفره في نطاق خدمة يقدر يمشي فيها وعلى حسب الفئة السنية اللي احنا بنتكلم عليها أو الفئة الموجودة أو حتى فئة النوع أو نوع إذا كان مثلا مرأة أو رجل مسن أو طفل فكل واحد يبقى ليني نطاق خدمة معين المفروض نحن بنوفره ولو ما لقناش بنحاول نشوف الأقرب لهذا الموضوع خليني أتكلم معاك برضو عن حابين نعرف أنت شفت إزاي طرق إحلاله وتجديد المنازل بقرة حياة كريمة يمكن ذي كمان من الموضوعات المهمة جدا نحابين نتكلم فيها تمام يعني خليني أتكلم على هذا الموضوع بنطاق معين النهاردة أول حاجة هي المقوى يعني المقوى ده لو ما كانش في حاجة جيدة أنت بتكلمي على مشاكل صحية بتبقى ضخمة جدا وزائد كمان المشاكل النفسية أنت عارف حضرتك أن في مجتمعات القروية اللي بتبقى موجودة هي المفروض أن هي أصل البلد اللي موجود وكان المفروض أن هو الأخلاق بتاعتهم والتوجهات بتاعتهم ما فيهاش معدلات إجرام كتير لما بتلاقي أن المسكن نفسه فيه مشاكل بيحصل المشاكل دي بتأثر على المجتمع وبتزود المعدلات الإجرامية اللي بتبقى موجودة في داخل هذا المكان يعني احنا بيبقى عندنا مشاكل قانونية كمان فبالتالي تحسين هذا المنزل بيحصل أولا بيحصل صحة المواطن ده رقم واحد وبيخليه يعيش فيه مأمن يعني مش التحسين فقط اللي هو شكل المبنى والمكونات اللي جوه لا ده كمان هو بيبقى حاسس بأمان لأنه هو لما في الدولة بتلاقي أن فيه أحد المساكن مش هيقدر يتحمل مثلا إنشائيا لحاجة معاناة فبرضو بتحاول أن هو تحسنه إنشائيا فبالتالي هو كمان بيحس بالأمان أكتر شوية في هذا الموضوع تحسين السكن ده من ضمن الأناصر الرئيسية اللي مبادرة حياة كريمة وعلى فكرة تكلفته ببرده بتبقى عالية تقريبا بتاخد يمكن من 18 ل 20% من التمويل اللي بيبقى موجود وده يعني شيء في حد ذاته رهيب يعني رقم اثنين في التحسين في هذا الموضوع اللي هي طرق الاتصالية اللي بتوصله فعشان كده يمكن اهتمام الدولة بموضوع الطرق حتى الطرق المحلية اللي هو بيتم عمل الانترلوك ليها مثلا وبتبدأ أنها تتحط في بعض الأماكن وبيتم تنفيذ هذا الأمر بحيث يبقى تحسين المكان وتحسين الخدمات اللي هو بيستفيد بها الطلبة وتحسين المرافق وتحسين الطرق كمان عشان تنصل لهذا الموضوع انت كده بتكلمي عن مأوى مناسب لأهلنا ونسنا زي ما يقول طيب دكتور سعيد الشكل العمراني لقرى مصر أنا متكلم مش فقط إحنا فإنما بنيجي نتكلم على البلد في الحقيقة إحنا بنتكلم على ناس مش عمران فطبعا الإنسان نفسه هيختلف العمران النفس اللي هو عايش فيه هذا الإنسان لازم يختلف ده بشكل مباشر على الأقل خالص هيتحسن يعني هيتحسن من ناحية شكله هيتحسن من ناحية المتانة بتاعته هيتحسن من ناحية حتى العمران وأنه هو هيبدأ يحس بدل ما أنا أعمال بوفر لابني بعد عشرين سنة لا خلاص ما فيه حاجات وفيه حلول تانية بدأت تظهر فبالتالي أنا هحاول إيه أحسن من نفسي بدون مجور على القانون ولا بدون مجور على يعني النواحي اللي هي المفروض قانونية وأنا ما يعني أتعد عليها طيب دكتور سعيد يمكن اتكلمنا عن التحديات اللي يمكن قبلت مبادرة حياة كريمة لكن عايزين نعرف إيه أصعب المراحل أو إيه أصعب مرحلة قبلت مشروع أو مبادرة حياة كريمة البداية توفر المعلومات في البداية طبعا ده رقم واحد طيس البداية نفسها بتبقى من أصعب الحاجات الموجودة لسبب أنت دخل على حاجة لسه مش عارفها عشان كده لما الأمم المتحدة أنت بتقولي بتشيد لا أنا بقولك أنها اعترفت بالتجربة ليه لأن خلاص بقى فيه عندك داتا بيز موجودة وأن فيه تجربة حصلت قبل كده وفيها مشاكلها وفيها الحاجات اللي هي الجيدة اللي فيها فيها الإجابيات وفيها السلبيات أنت ده رقم واحد اللي موجود عندنا المشاكل بقى التانية اللي موجودة عندنا أول حاجة هي توفر الأراضي يعني زي ما قلت لحضراتك كده أنه هو قانون ما ينفعش أننا نستغل اللي هي الحيازات الخاصة في هذا الموضوع إلا بعد ما يوافق الشخص اللي هو موجود فكيفية إقناع هذا الموضوع ده من ضمن الحاجات الصعبة خاصة فيه أن كان فيه في البداية كان فيه عدم ثقة ما بين الناس وبعضها أنك أنت مثلا ما جاء أقول لك أنا هاخد قطعة الأرض الموجودة عندك دي فيه سبيل أن أنا هعمل لك كذا طبعا أنش ضمنني دلوقتي النهاردة لأ أنا ممكن فيه بعض الناس بدأت تتقدم بعد حياة كريمة من فترة معينة وقالت لك لأ خلاص ما أنا شايفة أن هم فعلا بيعملوا هذا الموضوع فإذا بدأت تكون فيه الثقة دي وبدأت تتبادل في هذا الموضوع ده رقم واحد رقم اثنين موضوع التمويل النهاردة والحرب العالمية اللي هي موجودة ربنا نستل بس ما تخش على حرب العالمية تانية أو تالتة لكن أنا بأتكلم التمويل اللازم لتوفيره عشان خطر تطبيق في هذا القانون وفي الحقيقة الحاجة ما وقفتش يعني النهاردة لما باجي مع ظروف كورونا هي بذلك احنا بنتكلم على بداية 2019 ومع نهاية 2019 كان ظهور كورونا لكن برضو مبادرة حياة كريمة ما وقفتش والتمويل المادي والدعم المادي اللي كان موجود وفي الحقيقة لازم نقول ان موضوع المشاركة في حد ذاتها ده كان من ضمن الاساسيات اللي هو خلى الموضوع يستمر وخلى الموضوع ان هو يجيب عائد ليه تاني خالص انه بدأت الناس تتكتف مع بعضها وتشارك الدولة في حاجة موجودة زائت طبعا عشرين وزارة تانية وغير تلاتة وعشرين منظمة محلية وعالمية بدأت تشارك في هذا الموضوع الارقام كبيرة والمشاركة المجتمعية كبيرة عايز اقول لحرارتك ان من ضمن المشاكل اللي كانت موجودة انت ازاي تقدر تنصقي وتديري هذا الموضوع مع كم من الناس المشاركين في هذا الامر فطبعا ده كان لازم يكون فيه هيئة واحدة تمسك حياة كريمة وده اللي هي مؤسسة حياة كريمة مسك هذا الموضوع باشراف من اعلى مستوى اللي هو المستوى الرئاسي فالكلام ده يعني من اصعب الحاجات الموجودة انك انت تديري مثلا حاجة المفروض مسؤولة عنها عشرين وزارة ده احنا لما كانت فيه مشكلة في موضوع الطرق ان مثلا بنعمل الحاجة ونفس الوزارة المفروض تعمل صرف صحي ونفس الوزارة المفروض مش عارك تعمل مية والكهربا تخش تانية في منطقة تانية فبتلاقي ان انت مش عارف تتنسقي في هذا موضوع النهاردة انت بتتنسقي في مشروع بيخش فيه عشرين وزارة وبيطبق على حوالي اكتر من ثلاثة وعشرين محافظة يعني انت متخيلة كم من الادارة الموجودة فكل دي صعوبات وكل دي المفروض انها ادرجت في التقارير اللي هي تقدمت للأم المتحدة واللي في الاخر خالص هي اشادت بيه هي مش اشادة يا فنم عشان كده بقولك مش اشادة ابدا دي لازم تكون هي اعتراف بان التجربة دي مع كل ما مر فيها في المرحلة الاولى هي تجربة نجاح عظيم دكتور سعيد من خلال هذا المشروع كيف تدعم مصر اهداف التنمية المستدامة احنا سبب اقولنا ان الامم المتحدة ادرجة هذه التجربة وهذه المبادرة ضمن منصة يعني الاشادات او ضمن المنصة التي تعنى بتحقيق اهداف التنمية المستدامة انا يعني لو اتكلمت اولا الاستدامة دي هي بتحقق متطلبات اللي عايشين في الوقت الحالي والمفروض بما يراعي ان الفئات اللي جاية بعد كده او اللي هو الاجيال اللي جاية بعد كده ده تتأثر مقدراتها بهذا الامر فبالتالي احنا عندنا فيه مشكلة فيه موضوع الاستدامة ده في العالم كله ان هو البيئة بدأت تدجر وبدأت انها تقوم ببعض الافعال اللي ممكن خلص يعني تعبر عن غضبها واللي في الاخر ممكن تحصل للارض زي مثلا ارتفاع درجة الحرارة وزي الحاجات دي كلها فطبعا حياة كريمة من ضمن الحاجات اللي كانت موجودة انك انت بتقلل التلوث اللي كان موجود يعني طالما على فكرة خد بال حرارتك ان يمكن هو فيه مصلحة مشتركة ما بين الدولة في الاراضي الزراعية وفي الحاجة لانك انت مثلا ما بيكونش فيه صرف صحي بيعتمد على ترانشاط بيبور الاراضي اللي هي موجودة حوالين الكرة وده في حد ذاته انت بتتكلم عن هذا الموضوع وده تنمير للبيئة في حد ذاته فانت بتحسن البيئة موضوع الطرق كلها طالما ان هي فيها تدبشات فبالتالي السير في هذه الطرق بيسبب نوع من التلوث لان العدم بيبقى اكبر شوية فبالتالي انت فعلا مع تحسين شبكة الطرق ممكن توفر يعني يمكن اللي هو الادراج اللي هو قل التلوث في القاهرة في الفترة اللي فاتت واللي تم تحسين الطرق فيها لحوالي 26% اقل تلوث من هذا الموضوع فبالتالي انت لما تيجي تتكلم بقى عن مجموعة القرى اللي هي تقريبا بتمثل تلت مساحة مصر ولو احنا قلنا المعمور هنلاقي بتمثل اكتر من حوالي 80% ولا 90% من مساحة مصر ده في حد ذاته انت بتنقي الجو اللي هو موجود بتحاول تحافظ على الارض الزراعية بتحاول تحافظ على البيئة من التلوث اللي ممكن يكون ناتج من مخلفات القمامة والكلام ده كله واللي لابد ان هم يتم تطويره واستخدام تاني وعمل كل الابشنز انه هو يقدروا يوفروا السبل عشان كمان موضوع المخلفات وده فعلا في الحقيقة برضو من ضمن الاسس اللي هو ماشيين عليها في حياة كريمة فهما بيحاول ينقل الجو اللي موجود فإذا هو ده اول مبادئ استدامة انه كنت تتنقل الجو وتحاول تقلل التلوث من هذا الموضوع غير طبعا إفادة المواطن وعدم الإضرار بالمقدرات للأجال القادمة يعني يمكن من أهم الأهداف لمبادرة حياة كريمة هي بناء الإنسان ويمكن ده الموضوع أو المحور اللي بيتكلم عنه سيدة رئيس عبدالفتاح السيطول للوقت إزاي أقدر أنا أستفيد من الإنسان بعد حياة كريمة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا من بعد ما تم طبعا الاستثمار في يعني كل حاجة حوالي الإنسان الموجودة في البيئة المحيطة بي عشان في الآخر يبقى عندنا إنسان يدر أنه هو ينتج ومؤثر فعال في المجتمع طيب يعني الأول خلينا أقولك هو إزاي إحنا هنصل لجمهورية جديدة الجمهورية الجديدة دي لا تأتي إلا بإنسان جديد خواس الإنسان الجديد ده هو إنسان أولا عارف حقوقه كويس قوي كويس والدولة وهو بيحاول حق هذه الحقوق وكمان عارف واجباته وعارف واجباته في صيانة المقدرات اللي هي تب عملها النهاردة لو أنا بعمل حاجة والإنسان اللي هو موجود ده مش عارف يستخدمها أو اللي هو يعني بيستخدمها باستغطار أو مشابه لابد موجود فعشان كده لازم الإنسان ده يتم تدريبه كويس بشكل ما أو خلينا نقول أنه هو تعديل سلوك استخدامه للحاجات المقدرات اللي احنا عملناه أو اللي هو عملها لنفسه بطريقة معينة يحافظ عليها الكلام ده في الحقيقة دور الإعلام لي هيبقى كبير يعني أنتو دوركو في هذا الأمر هو دور عظيم ليه؟ لأن كنتوا تقريبا بتوصلوا كل بيت يعني فبالتالي إذن عشان أنا أرفع من المستوى الفكري وأرفع التنمية البشرية مستوى الوعي عند المقدرات فلازم أرفع الوعي بتاعه أولا الوعي أنه هو كيفية التعامل مع المقدرات الموجودة وبالآخر هي ليك فبالتالي لازم تعملها بالشكل الفلاني عشان تبقى أطول عمرا ولو حصل فيها أي مشاكل لازم تتعلمي كمان إزاي يعمل لها صيانة وإزاي لأنه طبعا زي ما قلتلك أنت لما تيجي تتكلمي حتى مع عدد الموظفين اللي موجودين في الدولة اللي هما تقريبا يصلوا من 6 إلى 7 مليون مثلا هل هيقدروا أن هما يعملوا صيانة لكافة المباني اللي موجودة واللي اتعاملت في العالم كل عمره كويس فإذا لو المواطن نفسه هو بعد ما أنت عملت له المقدرات اللي موجودة دي وديتها له أنت محتاجة أن كنت تدربي أن هو يحافظ عليها بنفسه فكده خلاص المجتمع يمشي بشكل كويس على الأقل يبقى عارف أنه هو لو مقدرش أنه هو يروح لمن يعني بالكامل وعلى فكرة ليست الجمهورية الجديدة بس هي مجموعة المدن حياة كريمة دي بتعمل جمهورية جديدة كويس لأنك أنت بتعملي نطاق بيئي معين يعيش فيه إنسان مصري بشكل جديد ما يبقاش هو الشكل اللي يعيني عايش عليه بقاله 30 سنة و40 سنة وعايش في الصرف الصحي اللي هو موجود وبيحاول يتعدى على شوية طباط لا خلاص أنا هحسن لك الموضوع ده بس أنت محتاج أنك أنت تنصونه وتعيش معاه بالشكل المناسب ما يبقاش الموضوع تدميري صحيح لك ذكرت النقطة مهمة جدا إنه هو إن كل مواطن يعرف حقوقه واجباته دي حاجة مهمة جدا بعد الانتهاء من مشروع حياة كريمة بنشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا الدكتور سعيد حسنين أستاذ التخطيط العمراني شرفتنا فان شكرا لك يا فان